موسيقى موسيقى الانعاء الاولى في تونس موسيقى 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 سلام صحة تونس دعني نوجه لك سؤال واضح ومباشر هل انت فهم الوضعية اللي حطيت روحك فيه خطر يظهر لي فهم شوية سوء تفاهم وبرشا استهتار ريت هالعشر سنين اللي عدينيهم تجاذبات واضربات واجندات واعتسامات توا باش نبدأوا نخلصوا في الفاتورة متاح هذي التلخيص برا توا ندخلوا في التفاصيل الصحافة اليوم كاتبة المشيشي في نقطة صحفية تونس تعيشوا ازمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة اكبر ازمة في تاريخها كما وصفها رئيس الحكومة لكنه ينسب فيها ويهون منها في الصباح اكد ان الوضع الاقتصادي صعب وان الحلول موجودة المشيشي تونس ليست علي ابواب الافلاس واللجوء للبنك المركزي ليس بدعة وانا اخويا نقول لك راهي على ابواب الافلاس وهذاك عليش تحب تلجأ للبنك المركزي اللي الحكومة تحبو يلعب دور الكاشميزيخ او بالاحرى الكاشمايو باش يغطي الخور اللي كدستو السلطة التنفيذية عبر الحكومات خطر قعدو كان يجبدو ويصرفو ويمنيو فينا بالاصلاحات هذك عليش مشروع قانون المالية التكميلي تروفز ورصت لهم يعاودوا فيه اما ما تستنياش ثورة ولا اصلاحات عامقة هاي المغرب كاتبة قبيلة اعادة تقديم مشروع قانون المالية التعديلي لالفين وعشرين حكومة المشيشي وعملية التجميل المحدودة مؤاخذات على الطريقة التي اعتمدها البنك المركزي تشديد على صعوبة الوضع والتهديد بتطبيق القانون على كل من يعطلوا الانتاج ايا يبو نعرفوه تطبيق القانون على التعطيل الانتاج هننشوفو فيه من وقت المرحو خلينا في فليساتنا المشيشي قال لكم باختصار راهي الحكومات السابقة كانت تفوح في الارقاء تبرقش فيهم تبدأ مثلا قادمة على عجز بثمانية بالمية خطرها مسيلة في برشة فلوس تقوم تأجل خلاصات المزودين متاحها تخليهم يستنيوا يا منعاش للعام جاي وماك تعرف ووصبر علينا شوية وتخرج لك العجز في الخمسة بالمية برك قلت مثلا المشيشي قال لهم ليه اخوين مش معقول ناس تخدموا مع الدولة وتصرف وتتورط من بعد الدولة ما تخلص هيش وترسيلها في الحبس أنا بش خلاصهم الكل أربعة مليار دينار على عروس الرجال ولكن لكن كيقال له البنك المركزي يدويو ورصات له يراجع في حساباته بش يولي هو بيدو يأجل ساداد شوية ديو بش يبرقش العجز اللي عنده شوية وهو كفرد مرة يزيد يعطي كفو كعبة حلوة للبنك المركزي يقول له عيب عليك تحكي معانا بالبيانات كنجي تتحبني بالحق رك قعدت معايا وحكينا وليزمك تحس بالوضع الاستثنائي وتخمم في قوت المواطن وتمشي حويجا أما أخويا ركم تاعنا ونقدروك وكيتحك الركب ما لنا كان بعضنا المشكلة اللي البنك المركزي ما هوش التيار الديمقراطي ولا حزب مشيرك في الحوار الوطني ما يكفيش أنك تحشمه شوية وتورطه قدام العبات بش يقولك الله يبارك خوذ اللي تهب هذا ما يخدمش وفقه أهواء الرأي العادم والنزوات جماهير الفيسبوك هذا عنده حسابات يتبع فيها وقانون يحكم فيه ويفرض عليه مراقبة التضخم خطر حتى التضخم يهدد قوت المواطن اللي المشيش يخايف عليه نوخ الهدرة الحكومة باش ترجع المشروع للمجلس وباش تنقص نقطينك هاو في العجز والعمالة على ربي وعلى البنك المركزي اللي كان يقعد مروفز باش يطيح المشروع ومعاه الحكومة نظريا على الأقل خطر زيد قاعدة كان مشروحها مايتعديش يعني من الأخر البلاد مهدة بالإفليس وممكن يسر لحكومة هاوي تطيح وما تفضهاش اي كيفيه طو يا مشيشي يا بنك يا مركزي يا اخويا تفتفوا ويحكم بناتكم وعملون نسوم اشتركوا في القناة